أستاذ عمل جسدتي في المسلسل دور الأم اللي دائماً بتحب أنها تعلم بنتها أساسيات الحياة الاجتماعية مثل الطبيق وغيره أشهر رسالة اللي كنتي حابة توصيليها من خلال هذا الدور والله شوف يعني نقدر نقول إنه الأم هي المدرسة نعم الأم هي اللي تعلم البنت أو حتى الولد لأنه الأم هي الأساس دائما بشي يقوله لغتك الأم اللغتك بحكم إنه أمك هذي بإيش من اللغة اللي علمتك فالأم هي اللي بتحلمها كالأساسية تعلمك الأخلاق تعلمك المبادئ أحياناً لما بتشوف في أنواع من الأولاد أو البنات في شيء حاجة مش صحيحة في تكوينه وفي تفكيره لأنه ممكن ما لقاش الرعاية الصحيحة في طفولته ما لقاش الإهتمام ما لقاش إنه لا المنع كذا مفروض كذا ما يفروض أنا كأم أنا عندي طبعاً خمسة بنات وديتين أولاد الله فضلهم لي أيوه فأنا كأم يعني عارفة إيش هل مفروض علي مثلاً أناش أعلم أولادي فأكيد كان لازم رشا يشتي لها قرصة لازم قرصة واحدة باس كثير يعني بس قرصة واحدة كثيرة جداً عشان بتنساش أنه مهما كانت المرأة مرأة والراجل الراجل حتى لو البنت كبرت فيه نوع معين طار معين ذكوري نقول مثلاً لكن لازم لا تنساها حقيقتها كأنثى إنها وجدت في هذه الحياة من أجل شيء آخر وأكبر اللي هو إنها تتزوج وتخلف أطفال إلا جانب يعني خلينا نقول كبدو لكن كحياة عامة هذا الجانب آخر أنها تكون معلمة طبيبة تضيف شيء في المجتمع تكون إنسانة فعالة هذا موضوع آخر لكن كحقيقة تكوينها اللوجودي في الأرض هي كأم يعني